هذه أبرز العناوين من بينهم الحارسة المغربية سينبونو الهلال يقدم مكافأة مالية كبيرة للاعبيها بعد الفوز بلقب دور روشن السعودية مفاجأة غير متوقعة وليد الرجراجي يتخذ قرارا غريب ويقرر استبعاد إبراهيم دياز من معذكر الأسود لهذا السباب جامعة لقجع تفاجئ الجميع بخطة غير متوقعة لإشراك أشرف حكيمي في أولمبياد باريس مع طريق السكشيوية الزمالك يعترض على الكاف بسبب رغبة الأخير في الحصول على 50% من الدعوات نهائي كأس الكنفيدرالية أقدمت إدارة الهيلال على تخصيص مكافأة مالية لكل لعب في الفريق بعد التتويج بلقب دور رشن السعودي للمرة التاسع عشر في تاريخ النادي حسب الصحيف الريادي السعودية فإن إدارة الهيلال منحت نصف مليون ريال سعودي حوالي 134 مليون سنتيم مغربية لحارس المغربية سينبونو إلى جانب كل لعب فريق الهيلال وأشارت دج المصادر إلى أن هناك مكافأة مالية إضافية للعبين المشاركين في نصف مباراة الفريق خلال هذا الموسم في دور رشن السعودي ويشار إلى أن الحارس المغربية سينبونو توج رفقة فريقه الهيلال بنقب دور رشن السعودي عقب فوز على الحزم بأربعة لواحدة حيث ساهم الحارس المغربي بطوره في التتويج بعدما قدم أداء جيدا في الموسم الحالي قرر مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الرقرقية تعضيل برنامج الاستعدادات لمباراة زنبيا وجمهورية الكونغو المقرر إقامتهما يوم السابع والحاضي عشر من شعر يونيو المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي تصادف أمريكا وكندا والمكسيكا عام 2026 وذلك بسبب التزام الثلاثي المغربي إبراهيم دياز وعمين عدلي وهيوب الكعبي بخوض ثلاثة نهائيات في مصابقات دور أبطال أوروبا والدور الأوروبي والمؤتمر الأوروبي ونقلت التقارير الإعلامية أن وليد الرجل جي اضطر إلى تعديل برنامج التحضير لإحتمال غياب عدد من اللاعبين على المعسكر التدريبي بالرباطة أبرزهم نجم نادري الماضيذ الإسباني إبراهيم دياز الذي سيخوض نهائي دور أبطال أوروبا للدبروسي دورشمود الألماني يوم الواحد يونيو القادم فيما يلعب أيوب الكعبي النهائي المؤتمر الأوروبي رفقة ناديه أولمبياكوس اليونانية أمام فيورونتين الإيطالي يوم التاسع والعشرون من ماي الجاري في وقت سيخوض فيه النجم باير لفركوز الألماني أمين عدلي نهاي الدور الأوروبي ضد نادي أطلانطا الإيطالي في السادس والعشرون من الشهر نفسها فيما سيضطر الرجل لإستبعادهما من المعسكر والتحاقهما بعد نهاية عطلتهما بالعصود تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جاهدة لضمان مشاركة لعبي أشرف حكيمي نجم نادي بايسان جرمان بالألعاب الأولمبيا المقررة في باريس في الحادي عشر أغسطس ويعتبر حكيمي الذي حاز على لقب الثاني أفضل لعب أفريقي العام الماضي إضافة إلى قيمة المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدرب طريقا سكتوي تواجد الجهود المغربية تحديات كبيرة خاصة مع تحفظ الأندية الأوروبية مثل ريال مضريد وباريسان جرمان على إطلاق لعبها الأولمبيين وذلك بسبب تعرض الثوقيت مع استعداداتهم من الموسم الجديد على الرغم من أن البطولة تحت غيش راف الفيفا ووفقا للمعلومات الحصرية حسب المصادر المقربة من المنتخب فإن فرصة مشاركة شرف حكيمي تبدو واعدة بفضل قلقة جيدة مع مدربه والتعاون بين الجامعة الملكية وناديه فرنسي يشار إلى أن هناك خططا بديلة قيد النظر لإقناع نادي باريسان جرمان باستماح لحكيمي بالمشاركة وقد يتدخل رئيس فوز القجاع شخصيا لدى ناصر الخليفي لتحقيق ذلك وفي السياق ذاتها تستمر الجامعة في مساعيها لضم إبراهيم دياز لعب نادي ريال ماضريد إلى صفوف المنتخب الأولمبي على الرغم من موقف النادي الإسباني المعارض ويخاطط المدرب السكتيوي للإستعانة بثلاتي اللاعبين فوق السن الأولمبي وهم ياسين بونو أشرف حكيمي وإبراهيم دياز لتعزيز فرص المنتخب في الألعاب الأولمبية بحسب المعلومات الأولية والغير مؤكدة انسحب موثلون نادي الزمالك المصري من الإجتماع الذي عقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع مسؤولي القلع البيضاء للترتيب والتنصيق بشأن تنظيم مباراة الإيابة النهائي كأسة الكونفيدراليا الإفريقية أمام بركانة وأكدت صحيفة المصرية أن الزمالك قد حضر الإجتماع ممثلا بأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبدالوحي السيد مدير الكرة الإفريقية وشريف مونير حسن رئيس العلاقات العامة بالنادي وإن سحب ممثلون نادي الزمالك من الإجتماع اعتراضا على التبسك الكوف بالحصول على نسبة كبيرة من الدعوات نهائي كأسة الكونفيدراليا تفوق النسبة القانونية من وجهة نظرهم وأوضحت المصادر ذاتها أن الكوف طلب بالحصول على نسبة كبيرة من الدعوات في ذلك كبر وسع الملعب وهو ما يراه مسؤوليا لنسبة مبالغ فيها وستجرى مباراة العياب بين ندجي بركان والزمالك المصري يوم الأحد المقبل في الساعة السادسة مساء بتوقي شغل نيتش على عادية الملعب القاهرة الدولي بمصر علما أن لقاء الدهاب كان لصالح فريق المغربي ندجي بركان بعدما فاز بهدفيني لهدفين واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر